أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله أيضا زيد فيضاء في وداع شهر رمضان المعظم اللهم إن حبيبي وخليلي وطبيبي شهر رمضان أراد الانصرف عني يوم الثلاثاء إليك مع أني لم أمل منه ولم أستغني عنه فوادعته بهذه الرائية راجيا أن تكون لي رحمة وربحا في الدنيا والآخرة فتقبلها مني يا رب وبارك لي فيها واجعلها فوق ما قلت وحقق كل ما رجوت منك في الدنيا والآخرة واشهد لي أبدا بأني رضيت عنك وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاء المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عنك وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم يا ذا البشارة بالآيات والصور لاشهد بكوني عبد المحسن الصور يا ذا البشارة بالآيات والصور لاشهد بكوني عبد المحسن الصور لاشهد بكوني عبد الله فيك بلا غش ولاشهد بأني تبت من خوارين سر ذا قفول لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر لازلت ضيفا كريما قد يبشرني في السر والجهر بالإحسان ذا بشري فجأتني يا خليلي بالسرور هنا بلاعدا في ترابي فانتفى كدري فقلت والقلب مني طيب برضا عن الكريم البديع صنع ذي القدري قد تبت للغافر الغفار من أودي وعنه أرضى ولي قد جاد بالغافر أسلمت كل له عبدا له أبدا بما ليختار في مكثي وفي سفري له شكوري في دار السلام وفي طوبى بذكر حكيم قد نفى ضرري سألته بعد عودي بالرضا لهما أن لا يلقيني شيئا من الغرري وأن يسلمني من كل مهلكة بالمخطفى من بمدحي والصلاة حري وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته به توسلت في ليل وفي سحري ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تحري ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير مزدجري به طلبت من القهار مرسله أن راض لي كل ذي جحد وذي ضجري كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي زمرين صلى عليه بتسليم مقدمه بالآل والصح بمن يزدو بهم عمري أخرجتني يا إلهي من عدايا معا بأهل بدر ورضلي كل ذي بطري قد قدتني بالرضا للصالحين معا أعصمتني ربي من بوسى ومن خطري توسلي لك في الأعداء مغتربا به كفاني أهل الكفر والحيري ليستجبت بما فاق الظنون به جعلت قلبي غرف الآي والسيري به استجبت قديما للكرام لدا أعجالهم فلتكن لي ولتدم بشري إليك يا خير وهب مددت يدي في البر والبحر سخر لي ذوي الأشري أنا أمد يدي للخلق مجتديا لدا عدا قلب كل صار كالحجري من بعد كوني عبد الله في أبد وبعد كوني خديما الفجر ذي الفجري أو كيف أركن للدنيا مجردة من بعد ما بعتها في العسر واليسر عم كيف أشكو لمن غروا ببهجتها ذوي التنازع والتثليث والخسر إني إلى النافع الرزاق مفتقر ولم أكن لسوى المغني بمفتقر لا أشتكي الضر للمخلوق مجتديا من بعد كوني عبد الله بالفقر من قال لي قبل أنت اليوم مغترب عند النصارى ذوي الأسياف والسمر جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو الحفيظ الذي يغني عن الزمرين إن الإله ولي سرمدا وبه أنجو وإني من خوفي عداي بريء والمصطفى المنتقى المختار واسطتي ورفقة الدهر أهل الخير والخبر وهو الوسيلة لي دنيا وآخرة وهو الوسيلة لي دنيا وآخرة به أمت لواقي كل منتصرين إني لمولاي عبد خادم أبدا لمن يطيب ربي لي به عصري لمن به قد أغاث الله جملة من به استغاثوا وفازوا منه بالفخرين يا رب بالمصطفى سقليمنا يمعا يا من كفان ذوي الإنكار والسخرين إني لعبدك في سر وفي علن يا من حماني في بدو وفي حضري من رام هضم جنابي من عدا زمني صرفته قبل بالمخز العد المضرين من ظن أني لغير الله مرتحل أو لسوى المصطفى المختار في سفري صلى عليه بتسليم بشيعته من كونه لي أغناني عن النفرين حتى يبارزني بالسيف ذا سفه وبالمدافع ذا حقد وذا غدري فالله يخذله والخلق تعزله والعار يقتله بالخزي والكدري والله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بلا ضرري إن شاء رب الذي قد كان لي ومعي ربا وكنت له عبدا مع الدرري له خطابي وتاتيني منايا معا من فضله الواسع المغني ذوي الوطري له خطابي وأرجو فوق مطلبتي من جوده النافع المستخدر المطرين ياد السماوات والأرضين منفردا مع الهواء وياد البحر والنهر إني فقير حقير ليس لي عمل أرجو به الفوز من صوم ومن سهري وقدت لي منك من قادت له الصلحاء وقدتني لك من طوبى مع الصوري هب لي تلاوتها ارزقني حلاوتها وارزقني الكشف فيها والتزل خوري خلد هدايا بها هب لي غنايا بها وسرمدا ليكن يا محسن الصورين واجع الخليل يا شهر الصوم يشهد لي بكوني العبد للوهابذ القدرين واجع الخليل يا شهر الصوم يشهد لي بكوني العبد للوهابذ القدرين واجعله أحمد عود يا معيد لنا محوت قبل عيوبي رب معك دري واشهد بكوني في ذا اليوم مرتضيا عن الكريم الذي لكان في سفري واجع الخليل واكتب كمالي في علم وفي عمل وفي التأد بذا أوب مع الرفري مكنتني في ديوري يا إلهي بلا كالدن ولي كنت في طوبى بلا ضررين قد كنت لي في ديوري يا إلهي معا عصمتني من عدى الأزمان والغررين وصل عني بتسليم على سندي وسيلتي من بمدحي والصلاة حريم محمد من متى يلقى العدى أبدا ولو أسودا لدى آجامها تحريم والآل والصحب ما فاز الخديم به في كل وقت وفي ليل وفي سحر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر